السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله أن يجد أليه أن تنجل أكمل حمدهم صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 وَخَالَطَتُ مَّانا ايمان آم بُضِدِّلٌ جِلٌّ جِلِ بَشَاشَتَهُوْ وَخَالَطَتْ جِلٌّ جِلِ بَشَاشَتَهُوْ وَحِالَتُّ إِمَانُ قَالْ جِلِ لِقَالبَهُوَ utِهُوا وَلِلْ أَعْمَالِ الْجَلِيلَةِ نَوَادَنِ قَالَ لِمَأُولِ تَسْعَدُّ دَ مَاكَانُ لُقُتِرِ قَالبَ ويشعر أن الإنسان بلذة تكامي وراحة إذا ما فعله سيء وغلي وأنجز أسيني عمرا يمرار والله فيه مهما كم مر في حياتي ينقر لما فما بالنا خبر من بمان يحقق وان كتنج وقوم لنا أعظم حول جاء فكما بمان بسبب الوصف مقنة وان غيرم يعد الان الكلمة والآخرة وقوم بإيمان أنهم سبق أتصلك وقوم بإيمان بإيمان يحقق الله ومن لك أن يتواجد إيمان المهم إبقى يستطيع إليك ومجبكة سيئة وإخبار النيفتان في الفتانوى وفي هذا الحديث ذكره رسول سلالة ندار ميدان صلى الله عليه وسلم أمويا ذاق ميدي أي وجده بي وأدركه اكتفامي أن دي طعم الإيمان تكمل إيمان أي حلواتهم بليل مودم والذاتهم تكملون من رضيه عن بلاد أي اكتفاء ويون دي نور وقناع ما نحا جوني ويون دي نور بالله الله وربان كيوني جيد كيوني دوتير أي ماليكا ما ناكا اللووني جيد وواليانكا كيوني كياد وسيدان كيوني كوه ومتصرفان كيون كيوني رساله ومعبودان كيوني دي وطير وكفر ويردي بما سواه كلاق وناعر ورضيه ويلا ويرلي بقضائه إنيا وارع الله وقدره وحجرم وبالإسلام وبالإسلام ودينان كو دين أي مذهبانكم يهير دمق وطريقان كله وأنكر ويردي ما سواه كوانا إسلام ومن الأديان مراد دين يجعل باطلة ميران فيه وبي محمد ويلا واندعو نولاد محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نولاد أي متبعان دوار وإماما فألمام أردي ومقتدن يمكن تربية مولو في شريعة ومن رضيه قال أن بلاد بهذه الأمور وقدر تهل السنوات عليه دوم كله مصاعب الدنيا كليل لأنه أصبح سبغوات مستندا كتوغني ومباري إلى يقين الله فهذا تجر اللهم والأله والتسليم جبل السواجق يقول جبل مانا مانا جبل مانا جبل مانا جبل مانا جبل ومن رضيه والأسلام وليشريعه مانا جبل جبل شريعة اللهم الذي جاء بأد بي المور النبي أن محمد محمد صلى الله عليه وآل ويجد وحيبرا بذلك رمضا راحة وأصلا وطمئن وطمئن تنئي في قلب وكالب ويجد اللغزة وحيبدا الحقيقية في فمي ومد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 أن يقرح الحاشد حاشد هو معنى أن يفوقه لأرض ورام أحده في خير ومعجره أو يسابه فيه أو يفوقه فيه لأنه سبنا أن يحب ومعجره أن يمتاز أن يفوقه على الناس بفضائله وأن يفوقه وأن يفوقه وأن يفوقه والإيمان يقضي خلاف ذلك وأن يشركه وأن يمر قامة يقولهم بكلهم فهم بما أطاله يقول الله وأن تحمي خير والله وأن يرسق ومعجرهم وفي الجملة حاليا ينببقين للمؤمنين وما يحب للمؤمنين وإبعائه بما يحب يبقى يبقى وانته وانته وأن يقرح في أخي المسلم يكذبا ان يباع خطة من حمامه بعد كل ذلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر